و اهلا و سهلا فيكم من جديد بقناتي انا اياد ابو ووش و مستمرين و مكملين مسارتنا ناحو التمييز و الابداع واليوم جايكم بفيديو هيك السريع بدي احكي لكم 3 نقاط هاي التلات نقاط تسويقية هي لحتى تزيد لك مبيعاتك و تضاعف لك مبيعاتك و ارباحك طبعا الف نقطة فيه الف شغلة الف طريقة الف الية الف استراتيجية بس انا يعني محتوى الفيديو تبع اليوم خفيف لطيف هيكون عن 3 نقاط عن اللي هو التسويق بالعاطفة كيف يعني التسويق بالعاطفة يعني بصراحة الناس ما بيشتروا الاشي اللي بيحتاجوا الناس بيشتروا الاشي اللي بريدو كيف يعني او الاشي اللي بيرغبو يعني على اساس العاطفة على اساس انه انا بحب هاي الشغلة هشتريها على اساس انه انا عجبيتني هاي الشغلة هشتريها على اساس انه انا بتفخر انه فلان عنده هاي الشغلة حشتليها فهاي الشغلات اللي انت لازم تضرب عليها اللي هو الوتر الحساس هاد اللي بدك تلاب عليه انسى كل الاستراتيجيات والطرق التانية وفر عندك الثلاث قليات هدول او الثلاث عواطف هدول طبعا برضو في مليون عاطفة غيرهم بس هدول اقوى ثلاث عواطف انا بس تخدمهم شخصيا بالتسويق والثلاث عواطف هدول بالصراحة اذا لعبت عليهم اليوم انت راح تزيد مبيعاتك ويزيد عندك الارباح بشكل غير طبيعي واول عاطفة واللي هي الخوف كيف يعني تضرب على عاطفة الخوف يعني تستهدف الناس اللي بيخافوا يخسروا هذا المنتج او الناس اللي بيخافوا ما يلحقوا هذا الوفر او هذا العرض او اسمع الخوف بصراحة شعور وعاطفة هي الناس كتير يعني بتثير فيهم هذا الشعور انه كيف لازم انا اشتري هذا المنتج يه هذا الوفر لازم يخلص يه هذا المنتج مش ضايل غير مثلا عشر حبات فالخوف انا بصراحة خليته بالمرتبة الاولى لانه هو من اكبر الدوافع ومن اكبر العواطف واقواها تأثيرا على سلوك المستهلك بصراحة لانه يعني خصوصا اذا بدنا نحكي شوي عن الاناث اوكي الاناث هادي العاطفة عندهم انسى عاطفة الحب والتفاخر اشياء اللي جايك فيها اي انا عاطفة الخوف عندهم عن جذب المرتبة الاولى دايما بتكون بتلاقيها بتعمل شوبينج قاعدة بتخاف اي اشي يروح عليها بتخاف تخسر اي منتج بتلاقي الكارت عندها صارت فيها ميت منتج ليش مش محتاجة اي اشي منهم هي ليش بس لانها خايف يضيع عليها بتلاقيها راحت مثلا على المول رايحة تشتري اشي معين ترجع مشتري كل المول الا هذا الاشي وينه والله ما لقيته طب شو هاي الاشياء هاي الاشياء بصراحة خفت تروح علي كان عليها افر معين لحكي فدائما العب على هدول الناس اللي هم عندهم احساس الخوف تاني عاطفة لازم تهتم فيها واللي هي عاطفة التفاخر كتير الناس بيهتموا بهاي العاطفة وكتير بتزيد المبيعات هاي العاطفة ليش لانه تخيل معي صديقك كل شهر عم بشتري اخر اه او احدث موبايل عم بنزل وانت الموبايل معك الو اربع سنوات دايما هداك بتحس انه في عندك هذا يعني هذا الشعور انه ليش هو دايما بشتري كل شهر بشهره هذا الموبايل احدث موبايل معه احدث لابتوب عنده احدث كاميرا احدث سيارة دايما عنده هذا الاشي وبتفاخر فيه ومبسوط وبيجي بفرجيك الفيتشارز والاوبشينز وكل الاشياء اللي موجودة فيه وتطلع الكاميرا وتطلع مش عارش شو كل الاشياء حي وبالتالي انت هون لازم شوف هاد الشعور اللي وصلك هلا او انا بحكي لك بهاي القصة نفس الشي الناس عندهم هاد الموضوع ترى التسويق بالعاطفة وعن طريق التفاخر هو اللي عم تستخدمه كبره الشركات هو اللي زايد لها ومضاعف لها مبيعاتها كيف بسياسة انك توفر لهم دايما فيرجن جديدة او اللي هي نسخ جديدة او اتطور المنتجات اللي عندك دايما حدث منها دايما اعمال لهم نسخ يعني ضلهم ماشين معك كل مثلا سنة اعمال لهم نسخة كل ثلاثة شهر اعمال لهم نسخة ستشهر حسب المنتج اللي انت عم بتبيعه لش لانه هون انت راح تلعب ع هاي الفئة من الناس وثالث عاطفة صراحة واللي هي اقواهم واللي هي عاطفة الحب كيف يعني احنا عم منلاحظ بالاعلانات والحملات التسويقية اللي عم منشوفها انه الشركات عم تضرب ع هذا الوتر بالذات اللي هو ايش بعيد الام بتلاقيهم صاروا كل البرانز حناين كلهم بيهتموا بالامهات ومنتجاتهم للامهات ولازم انت تجيب المنتجات هاي لاماك ومش عاشو هذا الاسلوب اللي بديك تستخدموا بالذات مثلا بعيد الفالنتين بتلاقي كل الناس صارت او كل الشركات او البرانز هاي منتجاتهم خصصة للعشاء وللشباب والبنات ولازم تهدوا بعض ولازم مش عارف ايش على الشغلات الموسمية على الشغلات اللي لها علاقة بالمناسبات الام الاب الاخت الاعياد الفئة هديك من الناس الفئة هديك من الناس حاول تعمل لحالك كمان في بعض الاحيان مناسبة خاصة فيك ليش لانه دايما هذا هذا الحكب بنقولنا لعند الولاء والانتماء للزباين اللي عندهم ولاء وانتماء لك اذا كانوا بيحبوك انت كبران دايما هيشتروا جديدك وهذا اسلوب هيزيد لك مبيعاتك اتبع الموسمية شوي وحاول بحملاتك الاعلانية شوي تلجأ لللهجة العامية لانه اللهجة العامية في بعض الاحيان بتكون اقرب للقلوب صراحة لانه احنا مستخدمين عاطفة الحب يعني شوف اذا بتحكي لهم مثلا بجملة معينة انه جبت لامك هدية عشان عيد الام مثلا او بعيد الحب مثلا انت مزع المرتك طب جبت لها هذا المنتج وحط له صورة المنتج طب ما هو عليه معين مثلا شوف اللهجة هاي يعني هاي اللهجة بسيطة وراح تزيد لك مبيعاتك ترفع لك اياها بكل تأكيد طبعا هاي هي العواطف الثلاث اللي كنت دي اشاركها معكم بس هي يعني كتسويق بالعاطفة في كتير اساليف بس هيك على السريع كنت اشارككم بهاي المعلومات اذا كنت انت مهتم باحد هاي الامور احضر الفيديوهات اللي راحت استنى الفيديوهات الجاي كان معكم يادة بغوش ومنشوركم على خير اشتركوا في القناة